لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل العقل وعنوان حلقتنا النهاردة أفعال الله قبيحة حسب مذهب الأشائر وإحنا شفنا في الحلقات اللي فاتوا أن نتيجة التحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة هو أن الإنسان بيساوي لعقل ولا إدراك زائد لقدرة ولا مشيئة زائد لفعل وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن القدرة والمشيئة والفعل في وقت واحد علشان نعرف سبب التناقضات اللي كشفناها قبل كده ونروح لحلقة رقم 24 وكانت بنوان ابن حجر بين الجبرية والقدرية وإحنا بنحلل كلام ابن حجر فقط ونروح لصحيل بخير كتاب التوحيد وبيقول كده وقال تعالى أأنتم تزرعون أم نحن الزرعون فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها قد صارت موجودة بعد العدم هو خلقه وده بيساوي لافعل للإنسان لأن الله هو الفعل الحقيقي أو المؤثر الحقيقي ونكمل قرية الشرح بيقول إيه وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها أحيانا من أعظم الدلالات على موقع أوقعها على ما أراد وهنا بنشوف إن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد يعني قدرة حادثة أحدثها يعني لا قدرة حقيقية للإنسان فقدرة الإنسان زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت قدرة عاجزة غير مؤثرة زائد أحدثها على ما أراد يعني الله أحدث هذه القدرة على ما أراد يعني بمشيئته أو بمشيئة الله لأن الإنسان ملوش مشيئة أو مشيئة الإنسان مشيئة مجزية وده نفس الكلام اللي نقلناه عن المشيئة من كلام ابن حجر بيقول إيه المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة وإذا نسبت لغيره في بطاريق المجز وهو نفس كلام ابن حجر اللي شفناه من شوية إن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثة على ما أراد ولو رجعنا لحلقة رقم 25 وكانت بعنوان ابن حجر ومجوز هذه الأمة ونعرف إن ابن حجر ذكر كلمة العادة وقلنا معانيها بساحة البخاري كتاب التوحيد بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر الحفظ ابن حجر قال إيه وقال الكرماني ويسند إلى الله تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله وجهتان جهة تنفي القدر وجهة تنفي الجبر فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة وهي صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق وما أسند إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب وهنا يعني إيه كلام دا؟ يسند إلى الله تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته ده بيساوي إيه؟ بيساوي إلى قدرة الإنسان ولكن هي قدرة الله هو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة وده بيساوي أن الفاعل الحقيقي هو الله أما العبد ففعله عادة يعني فعله لا يؤثر في شيء يعني لا فعل له فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ده بيساوي أن الفاعل الحقيقي هو الله والقدرة الحقيقية قدرة الله والإنسان بدون فعل حقيقي وبدون قدرة حقيقة وطبعا انكار ان الانسان فعل حقيقة ده التجديب صراحة للقرآن لان القرآن بيقول والله خلقكم وما تعملون وان كل شيء خلقناها بقدر والحاجة العجيبة ان ده هو نفس عنوان الباب اللي بيشرحه ابن حجر والاشعارة ابن حجر بيقولوا ان الكلام ده مش صحيح الانسان لا يفعل حقيقة قلنا لهم كده طب انتوا بتكذبوا القرآن قالوا لا احنا مش بنكذب القرآن بس في حاجة انتوا مش بتعرفوها سألناهم ايه الحاجة دي قالوا الكسب سألناهم ايه معنى الكسب ده قال كده وما اسند الى العبد يحصل بتقدير الله تعالى ويقول له الكسب قالوا لنا ما اسند الى العبد يحصل بتقدير الله يعني الله خلق للانسان القدرة وقدر للانسان الكسب وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي الشيخ محمد الجامي وهو بيشرح لنا معنى الكسب وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل وهم هم الأشاعر أيضا مع ذلك يوجد للعبد كسب وهذا الكسب غير معقول غامض يعجز الأشاعر أنفسهم عن تفسيري العبد له قدرة عندهم لا يقولون كما قالت الجبرية الصرحاء إنه مسلوب القدرة عند الكسبيين العبد له قدرة وله اختيار وله إرادة ولكنه لا يفعل قدرته فقدرته لا تؤثر المؤثر هو الله ولكن العبد له كسب ما معنى هذا الكسب الكسب معنىه الهكيكي هو الفعل وعندهم لا ليس هو الفعل الكسب شيء آخر غامض بمعنى أن يوجه العبد إرادته إلى فعل ما ينوي ويريد أن يفعل ولكن الذي فعل وأثر في المفعول فوقع المفعول هو الله فالعبد لم يفعل وهنا شفنا الشيخ الجيمي وهو بيقول إن الأشاعر أثبتوا الكسب للعبد وإنه غير معقول وكمان إنه غامض لدرجة هما نفسهم بيعجزوا عن تفسيره وإنهم زي الجبرية بيثبتوا أن العبد مسلوب القدرة أو بمعنى آخر أن العبد قدرة واختيار وإرادة لكن لا يفعل بقدرته لأن قدرته لا تؤثر وإن المؤثر الحقيقي هو الله وده شرحناها بمثل قبل كده لو أنت وانا هقول المثل اللي احنا قلناه قبل كده لو أنت مثلا حبيت تقطع طفاحة بسكينة هل هي اتقطعت بسبب السكينة؟ لا هي اتقطعت بسبب أن الله في الوقت ده أعطاكوا القدرة وبكده الفعل الحقيقي هو الله خلينا نوصل الشيخ الجامي يقول لنا إيه كمان في الفيديو اللي قاية إذن علامة يذم وعلامة يمدح وعلى أي شيء يعاقب أو يثاب قالوا على هذا الكسب الغامض لذلك قالوا قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه على هذا الكسب وهذا لا فرق بين هذا القول وبين قول الجبرية أبدا إلا خلاف اللفذ سلب القدرة وإثبات القدرة هذا الفرق الجبرية سلبت العبد القدرة ليست له قدرة والأشعرية الكسبية أثبت قدرة عاطلة لا تعمل قدرة لا تؤثر لديه جهاز ولكنه لا يعمل وعند التهكيك لا فرق بينما لا جهاز لديه وبينما لديه جهاز لا يعمل النتيجة هي هي إذن لا يعمل ولكن وجود هذا الجهاز جعله سببا ليعلقوا العكابة والثواب على هذا الجهاز المعطل الذي لا يعمل سموا ذلك كسبا وبعدها الشيخ الجامي طرح سؤال مهم لو الكلام ده صحيح ليه الإنسان يزم أو يمدح أو يساب أو يعاقب وده نفس كلام الجبرية بس غيروا اللفظ الجبرية سلبة العبد القدرة والأشعرية أعطت العبد قدرة ولكن غير مؤثرة عاطلة لا تعمل زي كده لو الواحد عنده جهاز ولكنه لا يعمل ولكن هذا الجهاز المعطل اللي هو بيساوي قدرة غير مؤثرة علقوا عليه العقاب والثواب وسموه كسب وعشان نشوف شرح أوضح خلينا نروح لمرجأ آخر في ساحل بخاري كتاب التوحيد ابن حجر بيقول إيه ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشراتهم التي هي كسبهم ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها أحيانا من أعظم الدلالات على موقع أو قاها على مقارض وهنا طبعا الكلام ده طبعا الشرح ده أثبت إيه أثبت إن القدرة حقيقة لله وإن المشيئة حقيقة لله فقط يعني العبد ملوش أي قدرة أو مشيئة وبيقول كده بمباشراتهم التي هي كسبهم ده بيساوي العبد فقط يبشر الفعل ولا يفعل يعني مجرد أداة وشفنا تعليق الشيخ البراق بيقول كده تقرير قول الأشعرة في أفعال العباد هو أن أفعال العباد خلق لله وكسب لهم ومعنى ذلك إنها لا تضف إليهم حقيقة بل مجازا وعادة لأنهم لا تأثير لقدرتهم فيها وإنما توجد أفعالهم عند قدرتهم لا بقدرتهم وهذا هو الذي عبروا عنه بالكسب وعلى هذا فمذهبهم راجع إلى الجبرية الشيخ البراق بيقول لأن الأشعرة جبرية قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط خلينا نشوف الدرار الثانية بيقول فيها المرجع والأشعرة لأنهم يميلون إلى الجبر في القدر قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط ولذلك يحتاج جرازي صراحة بالجبر فإنه أثبت أن العبد مجبور على فعله القبيح فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحا وقال الإيجي أن العبد مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقا وإحنا هنا بنلاحظ ملحوظة أخيرة في كلام الرازي بيقول إيه فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحا وطبعا دي إساءة أدب مع الله لأن كده بينسب الأفعال القبيحة لله لأن الله هو الفعل الحقيقي إنه المتسبب إن العبد بيعملها والسؤال لأي مسلم ما هو السبب أن أفعال العباد لا يوجد فيها فعل القبيح حسب كلام الرازي وحسب عقيدة أعظم وأهم مشارح لأعظم كتاب بعض القرآن ولو معرفتش الجواب اسأل شيوحك والتقي بيكون في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر